بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة طحفة ندمت كثير لمجربتش الطريقة للطحفة دي بجد أسهل وأسرع كيكة ممكن تعمليها بطريقة نكحة جدا وهتعجبك يلا بنا بقى على الطريقة والمأذير أنا استخدمت هنا الكبيات العادية الموجودة عندنا في كل بيت أنت ممكن تستخدمي أي نوع كباية بس لازم توحدي المقدار كله يعني تستخدمي كباية موحدة لكل المقدار عندي هنا كباية من اللبن عليها كباية من السكر عليها كباية لربع من الزيت عليها كبايتين دي و3 بيضات وكيس كيكشف و haste كباية من الكاكاو وعندي معلقة صغيرة من الفانيلي وهقولك عن المقدار تاني إحنا هنا عندنا كباتين من الدين واستخدمت وحطت الكبات كلها للمقدار حاطت عليهم كيس الكيكشف يعني معلقة كبيرة من البيكن بودر وزرة بسيطة من الملح وقلبتها كويس جدا و افضل حاجة اللي انت تنخلي المقدار ده يعني انا هنخله مرة و اتنين و اجيلك بعد ما نخلته هجيب بقى الخلاط اي كابة اي حاجة انت بتعملي فيها الكيكاب بتاعتي احط كباية من السكر وعليها كباية لربع من الزيت واضربهم شوية مع بعض طبعا يا جماعة هنا اللي اللبن والبيت بدرجة حرارة المطبخ نزلت بالبيضة الاولانية وحط معلقة صغيرة من الفانيليا وبعدين هحط البيضة التانية والتالتة انا بحب حط البيضة واحدة ورا واحدة بيديني نتيجة حلوة جدا حطيت كده البيضة التانية هنزل بالبيضة التالتة اسهل واسهل كيكا هتعمليها بطريقة ناجحة جدا هنزل بقى بالكباية اللبن بدرجة حرارة المطبخ وهقلب المقدار مع بعض طبعا هنا يا جماعة الكبايات دي على حجم الصينية او القلب اللي انا مستخدميه انت لو القلب بتاعك صغير اعملي حجم الكباية تقلي شوية بس المهم اللي انت توحد الكباية اللي هتشتغل بيها في الدقيق واللبن والزيت لازم توحد المقدار طبعا بقى انا هنزل بدي بتاعي اللي مقلبة عليه البيكن بودر وزارة الملح احطوا بقى على المقونات كلها وقلبهم كواس مع بعض لغاية ما يندمكوا كواس جدا ويوصلوا لي القوام كريمي اهم حاجة لازم القوام بتاعهم يكون بالشكل ده عشان انا ماجي انا ازدلي واصبه يبقى سهل معي لازم يبقى بالقوام ده ما تقوليش هو خفيف لا القوام ده بيديك نتيجة حلوة جدا وبديك قوام حلو للكيكاب بتاعتك طبعا اجيبت حاجة عشان اقسم المقدار بتاعي طبعا هحاول بقى زبط المقدار هحاول اقسم نص كده ونص البولة التانية طبعا بقى سمت النص هروح بقى البولة التانية هعملها بالكاكاو طبعا انت لو حبت اعمليها كلها فانيليا مش حبت اعمليها كلها كاكاو شيلي ربع كوباية تانية من مقدار الدي وحط نص كوباية من الكاكاو طبعا حطيت هنا ربع كباية من الكاكاو لازم احط عليها ربع كباية من اللبن عشان يطلع لقوام زي بعض انا عاوز اوصله لقوام الاتنين نفس القوام قوامهم سائل وتحفى جدا وهو ده المطلوب لازم القوام يطلع لك بالشكل ده عشان ينزل معاك وانت بتصبيه سهل جدا لو القوام بتاعك تقيل مش هيديك نتيجة حلوة في الصب طبعا دي بقى الصينية بتاعتي ودي حجمها مقاسها كبير الحجم ده جماعة مقاسها 34 ودي طبعا ازازة بيبسة عندنا كلنا انا قصتها كده وشفت الفكرة دي عجبتني جدا عن اليوتيوب فقلت لازم اجربها بجد كالتحفة وديتني شكل الطايجر او شكل الكيكا بتاعتي طحفة وجد جبت الازازة قصتتها كده وثبتها ولو مش عندك الشكل ده ممكن عادي تسببتها في صانية عادية طبعا هنت بقى شوفو انت بتحبي الكيكا الشوكولاتة اكتر ولا الفانيلي اكتر انا طبعا هبدأ بالشوكولاتة اكتر لان احنا بنفضل الكيكا اللي فيها الشوكولاتة بنحبها اكتر بكتير انت يبدأي بالحاجة اللي انت هتحبيها لانها لازم هي اللي هتبدأي بها في الشكل طبعا بقى زي ما انت شايفها الحركة دي طحفة سهلت علي الشكل جدا وديتني شكل حلو جدا للكيكا التاعتي بجد شكلها طحفة ما شاء الله طريقة سهلة وبسطة جدا وما كلفتناش اي حاجة بيزاد بيبس عندنا في البيت يعني ما اشترناش حاجة وكان الطريقة نكحة جدا افضل كتير اللي انت ما تيجي تحطيها مش هتعرف تزبطي الرسمة وتديك الشكل الحلو اللي انت شايفها ده طبعا بقى يا جماعة لو جابتكم الوصفة اللي عملتها النهاردة او الكيكا النهاردة او الفكرة التاعتي النهاردة ياريت بقى تعملي لايك حلو جدا عشان مهم جدا يا جماعة لايك وتكتبي لي تعليق وتلي رائق في الفكرة الحلوة دي وتشترك في القناة عشان يصلي الكل جديد شايف القوام ما شاء الله كريم ازاي لازم يا جماعة القوام ينزل معاك كده عشان يديك الشكل الحلو لو القوام تقيل هتيجي تصبيه مش هيديك التنزيل اللي انت شايفها ده هيتقل معاك ومش هتعرف تصبيه كويس انا زبطالك المقدور وطبعا لو الصانية اللي عندك اصغر من كده هتديك حلوه عالي جدا للكيكا اللي بيتحكم في حلوه الكيكا وحجمها هي حجم الصانية مش نوع دي او الحاجات المكونات اللي بحطها في الكيكا اللي بيديك حجم عالي للكيكا هو حجم الصانية كل ما كون الصانية اصغر كل ما اتخذي ارتفاع حلو جدا للكيكا بتاعتك طبعا الصانية دي مقاسها كبير جدا فطلعتلي الحجم اللي انت شايفها لكن انت لو المقاس عندك اصغر هيديك علوه اكبر جدا طبعا انا استخدمت القلب ده عشان عاوز اعمل الشكل ده طبعا انت ممكن تستخدمي اي صانية عندك صانية مدورة هتمشي كل حاجة هتسبتيها عادي وهتنزل معاك مش هيحصلها اي حاجة بجدك هتطحفة وطريقة نجحة جدا طبعا انا بشتغل في الكيكا كنت مولاها على الفرن مهم جدا يا جماعة وانت بتشتغل في الكيكا تكوني مولاها على الفرن على درجة حرارة 180 دخليها في الشبكة اللي في النص بتولع الفرن من تحت بس بعد حوالي نص ساعة من الكيكا من درجة الحرارة وتصويت الكيكا بتروح يمولع الشوية بتاعتك لمدة عشر دقيق وبعدها بعد ساعة لربع بتختبريها بتجيب يخلى لو لقتيها استوت يبا كده خلاص مزبوط لو لقتيها لسه شوية كملي سوا المهم ما تفتحيش عليها قلا بعد ساعة لربع بالزبط اوعي تفتح عليها بدرعا كده عشان ما يكيبطش معيك خلي بالك من التفاصيل اللي بنقولها في الكيكا دي بتفرق بجد اوعي تفتح عليها قلا ما تضمني ان هي عالية جدا وطبعا دخل على السوا طبعا ما شوء الله شكلها كحفة جدا والرسمة ما تحصل لاش اي حاجة ولا تغيرت كالطريقة سهلة وبسطة جدا اروح بقى حطها في الفرن بتاع زي ما قلتلك انا مولعة قبلها على درجة 180 في الشبكة اللي في النص واسبها كده بعد ساعة لربع لو الشامح مرش افتح عليها الشوية لمدة 10 دين بجد كالطحفة وجميلة جدا شايفة شكلها حكاية طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الحجم عندي هنا بتاع الصينية كان كبير جدا كان 34 وده حاكم كبير جدا لكن انت لو الحجم الصينية بتاعك صغير هيديك عليها اكتر من كده طبعا ما حاوسة تحبيها سيدة كده ماشي انا طبعا كان عندي شوكولاتة من انا عملتها في الايد كان عندي شوكولاتة كتير فقلت ان ما زوق كده عشان طبعا كل الاطفال بيحبوا الشوكولاتة انت بقى ممكن تسيبها بالشكل ده ممكن تزوقيها زي ما انت عاوزة الحاجات دي كلها حسب رغبتك ما شاء الله طخفة وطرية وهاشة وطعمها حكاية هاطع للك كده عدلوقتي وتشوفي شكلها من جوه حلو جدا طبعا انا بعمل شكل كده عشوكي ما فيش اي مشكلة يعني حاجات بسيطة جدا بس بتفرق معاك بجد العيال بيحبوا الاطفال بيحبوا الحاجات بالشكل ده شكلها بجد تحفة اقطع للك قطعة ما شاء الله جميلة جدا والطحفة كد شايفة منظرة عاملة ازاي كما لو كنتش عاملة في صنية اصغر من كده كنت هتديك علوة قد دمرتين طبعا اتمنى منك بقى لايك حلو للقناة وتعمل اشتراك عشان يوصل لك كل جديد وكل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي بسيطة وسهلة وعايم سعيد اشتركوا في القناة